السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات وهم هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحمة وكيفما وعدتكم فيديو سابق ديال المركزات اليوم غادي نشارك معكم تشكيلة من العصائر اللي ممكن تحضروهم بهذه كل المركزات اللي شاركت معكم تشكيلة اللي سهلة وسريعة فتحضرت نفعكم هكايا في رمضان الوقت الصيف والضيف الغفلة ضغية كيوجدوا مداقتلي هي مختلفة وبنينة بزافة تتعجبكم كبيرا وصغيرا ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم ولبي الطلب ديالكم كيفا لا تنسونيش من لايكاتكم للتسجيل منطبوش عليكم خليكم مع الفيديو الاخير اكتشفوا معنا المقادر وكذلك كيفية التحضير ونبدأوا على بركة الله بالنسبة للمركزات فهم المركزات اللي شاركت معكم في فيديو السابق ديال الفواكه الخضر وكذلك الحمديات البرتقال والحامض تفح والبانان خزو والباربا كذلك فغدي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وكذلك تلعليكم بطاقة دياله دابا الفوق وندوز معكم دابا مباشرة لتحضير ديال العسائر لانطلاق ان هاد المركزات هادو دايما كنشاركم معكم وكتسولوا فاش غدي نحتاجوا هاد المركزات هادو وكيفاش غدي نستعملوهم فنبدأ معكم بأول عصير بهاد المركزات عصير ديال الحامض فبنسبة لهاد العصير هادا غدي ناخد هنا يا واحد المعلقة كبيرة أنا غدي نخدم معكم نقياس ديال كاز كبير معلقة كبيرة ديال المركز ديال الحامض غدي ندير معها نصف حبات ديال الخيار اللي حيت لها القشرة وحيت لها حسدك الزريعة للداخل وغدي نضيف معها وريقة وحدة ديالنا هادا القياس ديال كاز كبير ديال العصير فأصافي هنا يا غدي نضيف لهم الكمية ديال ما كيفما كدليكم الكاز الكبير وغدي نطحن هنا يا سواء هكا بالبغاميك سواء أنا غدي نطحن معكم بوش كيكون هكا سهل كمية ليه قليلة او لتديرو في الخلاط الكربائي ديالكم هاد العصير هادا كيجي منعيش محبوب عند الجميع محبوب عند بزاف ديال ناس سهل وسريع وكيجي فريش كيف كنقول لكم سواء هكا في لوقيتها ديال الصيف ديال رمضان زوين بزاف بزاف وكيكون عليه طالب لي هو كتير هادا وشكل ديالو كيجي من اروع ما يكون فأنتمنى انكم تجربوا وكتحضر كذلك حتى بالفاكهة الطرية اللي هي الحامض بالقشرة ديالو او لهكا بالمركز انتوز معكم يعني العصير التاني كذلك بالمركزات فقد نستخدم هنا المركز ديال البرتقال والمركز ديال الجزر هنا بالنسبة لبرتقال فقد ناخد كذلك القياس ديال المعلقة كبيرة والبرتقال كذلك القياس ديال المعلقة كبيرة الناس اللي بغوا يحضروا هاد العصير هادا فكتاخدوا حبا ديال خزو كتنقيوها كتسلقوها وكتديروا يعني بلاس المركز يستخدم المركز دائما المركز وليس يسهل لنا بحالة المسائل يحتاجون فيهم الخضر اللي هما هكاية مسلوقين في هكاية يكون احسن انا اضفت عليهم هنا ياغورس ديال المونج اولا ديال الخوخ اولا ديال المشماش قياس معلقة كبيرة انا هنا بشن صايب كاس اللي هو كبير صافي وكن زيد الماء ممكن زيد الماء ممكن زيد الحليب على حسب الرغبة ديالكم صافي وكن تحن مزيان وها هو العسر ديالي واجد هاد العسر هادا كيجي شبيه بالعسر اولا دك الياغورت سائل بمداق الفواكه السيوائيه كيجي خاطير بزاف لا في اللون دياله لا في القوام ولا في المداق جربوه انا اكيدا غدينا الاعجاب ديالكم شوفوا معايا القوام دياله كيفاش كيجي كيجي زوين بزاف بزاف جربوه كيف مكتلكم وان شاء الله غدينا الاعجاب ديالكم بالنسبة هنا للعسر الثالث عسر كذلك اللي كيجي زوين انا نشارك معكم العسائر اللي هكا كنوجدهم الاغلبية فضر عندي اكتش في المركز ديال الحامض المركز ديال التفاح ودينحتش هنا قطعة ديال الجubن اولا الياغورت بالجبن البيرلي التفاح نفس الطريقة هي خدم معكم الياغورت بج متاحي Value احسن بكثير فقدرت هنا هي قياس ديال كيس كبير مع القاة ديال مركز ديال الحامض مع القاة كبيرة ديال المركز ديال التفاح وقاة وحدة ديال الجبن ضفتها غير الماء وكامضحن مزيان مزيان حتى يعني ذاك القطعة ديال الجبن كتتتحليها مزيان في الخالج وهالعاصر ديالنا واجد هنا ممكن تديرو يعني بالفواكه فريش تديرو الحامض مع تفاحة مع الياغورت كيفما كتلكم بالجبن بير لي كي يجي خاطر فضل عاصر هذا او للجبن يلا ما عندكمش الياغورت صافي قطحنو كل شي وهو عاصر عاصر لي كي يجي هكا خفيف وفي نفس الوقت لما داق ديالو كي يجي كريمي كي يجي زوين بزاف هاد العاصر هدا يفضل انه يبقى حتى لللحظة الاخيرة باش ما كيت اكسدش لنا ولا ما كيتفاعش لنا عفون للجبن او لللياغورت مع الحامض بالنسبة لهد العاصر كذلك من العسائر اللي زوين بزاف ويجي الماداق ديالها زوين والقاوم ديالو زوين غدي تجربوه وغدينا لإعجاب ديالكم هد العاصر هذا رحت الويدات الصغر عجبهم فحتجتلي هنا يا مع القاة كبيرة ديال المركز ديال بورتوقال مع القاة كبيرة ديال المركز ديال البربا وعندي هنايا الياغورت بالما داق ديال فريز الاياغورت كريمي او لاياغورت بالجبن مش ضروري يعني هكا بما داق دي الفريز هنا يغبت تزيدو لنكها دي الفريز فقط فانا ازدنا الياغورت دي الفريز وطحنت هنا يا بالحليب كيجي خاطير هاد العسر هادا صراحة يعني باش نقول لكم زوين يعني حتى بنت ختي اللي هي صغيرة وما كتاكلش الباربة دي القياس ديال 3 سنين كتاكلش الباربة وهاد العسر هادا فهاد الكاس هادا اللي طحنت معكم هنا وصورته معكم فهي شربته كامل ببحدة فصراحة كيجي زوين الماداق دياله زوين وانك هاد ياغورت كتجي رو هادو فاش كي نفعونا المركزات ديال الخضر بالخصوص هكاية الباربة ولا القرعة ولا ولا خيزو يعني كم قخصنات انهم حتي تسلقو ويطيبوهم زيان ويبردو فالمركزات كي نفعونا في حال هاد المسائل هادو غدي ندوز معكم العصير الموالي بالنسبة لهاد العصير هادا فهو يعني هاد الخلطة هادي ديال البرتقال مع الحامض واي فاكهة عندكم سواء فاكهة موسمية او لفواكه مجمدة بحال انا عندي هنا يا الخوخ مجمد فغدي ندير هنا كمية ديال قياس دي ديال الخوخة وحدا غدي ندير معها مع القار ديال المركز ديال الحامض ومع القار ديال المركز ديال البرتقال لما عمريش بزاف كي بشتو معايا صافيو كنزيد ليهم غير الماء وكنتحن الخوخ را ممكن تعودوه بالموق بالاناناس بالفريز بالكيوي بالبطيخ باي فاكهة موسمية عندكم بغيتو توجدو بها عاصر فالمركزات ديال البرتقال وديال الحامض كي نفعونا بزاف بزاف هكا إلا كانوا عند نفطر فاكهة هنا هي كانتحن مزيزين حتى كتتحن لي الفاكهة كين سجمو لي العناصر والعاصر ديالنا بطبيعة الحال ها هو كي يكون واجد بطبيعة الحال بأي نكا كيف مكليكم ولا أي فاكهة متوفرة موسمية كاز بغيتو بديروها في العاصر فالمركزات هادو خصوصا ديال حامضو البرتقال كينفعو بالزفز بالنسبة للعاصر المواليفة من العصائر اللي كتعجبني أنا شخصيا العاصر اللي كي يكون فيه البربا البرتقال وهكا يا إما التفاح يا إما الجزر بالنسبة لهذا العاصر هادا يعني لو تتخدموه بالمركزات فااد تاخدوها ككمية ديال معلقة كبيرة هنا بالنسبة لكاز كبير دائما معلقة كبيرة ديال المركز ديال بورتقال معلقة صغيرة ديال مركز ديال بربا ومعلقة صغيرة ديال مركز ديال الجزر إلا بغيتو طريين عندكم الخضرات الرياح تال بربا وخيزون يكونوا خضرين ممسلوقينش مع البرتقال كي يجزوين هادا العاصر هادا مع الكمية ديال السكر اللي كتفضلوها انتوما صاف غير كتطحنو هادو كينساجمو ما تحتاجوا تزيدو هنا لسكر لوالو ودائما داكشير كي يبقى على حسب الدوق دي والذيال لكم فهعدا العاصر هادا راس طحي ومغدي وكانجر ابو أكيد غديعجبكم بالنسبة لهاد العاصر هادا العاصر ديال الموز غديحتيش فيه هنا المركز ديال الموز عفوا مع اللوز اللي هو الطحون أو البودرة ديال Trent fired called Men طحن مزيان مزيان صراحة هذا العسير هذا كده ليكم العسائر اللي يعني كياخدها أنا ولدي كيعجبو بزاف بزاف فبالنسبة للعسير يعني نعطيكم كل واحد شنو شرب هذا العسير هذا رشترب وغيرها يتم بوحده كامل ما مدقناش مأهقاء فيه صف هذا العسير هذا غضي نحيد منه وغيرك شوية الكشكوشة كامل وجه دياله وكتصبوه مباشرة دائما هاد العسائر هادو لي كيكون فيهم فواكي عفو اللي كتتأكسد بحال هكا الموز وخي يعني درنا معه يعني الحامض هكا فش كنا كنوجده المركز فيفضل هكا من العسائر اللي كيفضل انها اتخذ مباشرة بالنسبة للعسير اولى المشروب الاخير محبوب الجماهير شنو غد نحتاج فيه هنا يا المركز ديال الحامض والمياه الغازية الطبيعية بدون سكر فهنا مركزات طبيعي الحال ما حين دخلتهم خارج المجمد فناخد منهم سائل باش تغيط غيرك يدوب ليه وكنضيف معها هكا غير ورقة ديالنا نعلنك ها فقط من دقهم موالو اللي بغير دقهم هكا باش تعطي لنك ها ديالنا نعبين ممكن طفي وكتعمرو هكا بالمياه الغازية الطبيعي احنا قدناها كالوالماس في المغرب كيجي زوين وكيجي المضاق ديالو زوين يعني بحل المشروب الغازي اللي كتعرفوها كلي كيكون برنك ها ديال الحامض هادا كتحضروه في الضار وكتكون نسبة ديال السكر ديالو نقصة وصراحة كيبقاها كحتى النسب ساعة في ديك لدعا ديال مياه الغازية ما تخافوش منه نهائيا هادا كانت تشكيلة ديالعسائر اللي شاركت معاكم اليوم انت رقم المركزات اللي صيبتهم نشاركهم معاكم بالنسبة للباربا وخيزوفة انا ما كان حضرش منهم كيمية اللي هي كتيرة غير القياس حالك هاد البواطس هاكا صافي حتى يعني هكا كيتسالة ولكن بغيهم عاد كان نعود نوجدهم احتياطا هاكا للوقت الضيق فانتمنى الاقتراح ديالي ومنى الاعجاب ديالكم ونكون بالطلب ديالكم في هذا الفيديو هذا الى عجبكم الفيديو كيف العداء ما تنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجيه البرتاج مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي شكرا دائما لحسن المتابعه الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة